أما ما يخص الألفات السبع فهذا ما يراعى في روايته حفص عن قراءة عاصم هم سمعة جاءوا في القرآن أولها أنا ضمير المتكلم المنفصل في القرآن كله هذا الموضع الأول والموضع الثاني جاء في سورة الكهف لكن وأصلها لكن أنا هو الله ربي نعم هذه خصة بسورة الكهف وكذلك جاءت هذه الألف في سورة الأحزاب في ثلاثة مواضع أظنون تظنون بالله أظنون وكذلك الرسول وأطعنا الرسول والسبيل فأظلون السبيل ثلاث مواضع في سورة الأحزاب وجاءت مرتين في سورة الإنسان في كلمة سلاسل إن أعتدنا للكافرين سلاسل وزادوا وجها ثانيا في هذه الكلمة وهو حذف الألف الثانية وصلا ووقفا وكذلك كلمة قواريرا الأولى في سورة الإنسان في قول الله عز وجل وأكواب كانت قواريرا لأنها جاءت مرتين في سورة الإنسان ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة فطبعا الأولى هي التي نتكلم عنها لأنها هي التي جاءت بالألف أما الثانية ليست فيها ألف في آخرها إنما فتح على الراء فالأولى وأكواب كانت قواريرا بالألف فحكمها كأخواتها بتثبت عند الوقف وتحذف عند الوصل فعند الوقف وأكواب كانت قواريرا طبعا بدون تنوين ليس فيها تنوين أصلا لأنها ممنوع من الصرف والثانية قواريرا من فضة ليست فيها ألف ولا تنوين فالأولى فيها ألف إذا وقفنا عليها نثبت الألف وإذا وصلنا الآية بالتي تليها تسقط الألف نحذف الألف فإما وأكواب كانت قواريرا عند الوقف أو عند الوصل وأكواب كانت قواريرا قواريرا ليست فيها تنوين ليست فيها ألف لا في الأولى ولا الثانية عند الوصل وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة نعم فهذا هو الموضع السابع نعم فكلمة أنا في القرآن كل لكن في الكهف التي أصلها لكن أنا وكذلك في الأحزاب الرسول السبيل الظنون وفي الإنسان في موضعين سلاسل وقوارير الأولى فحكمها تثبت وقفا وتحذف وصلا معبر عنها بالصفر المستطيل وهذا يختلف عن الصفر المستدير وهو شدة حرف العلة يعني كأن الحرف اعتل جدا جدا فماتها فإذا كانت الصفر مستطيلا بتثبت الألف وقفا وتحذف وصلا وذلك في سبع كلمات كما ذكرت آنفا وطبعا قوارير ممنوعة من الصرف والألف التي في الأولى للتناسب بين الفواصل رعاية للفاصلة الفواصل التي في الآيات أما الثانية لا سبب لها لوجود الألف لأنها في أول الآية وطبعا قوارير وسلاسل ممنوع من الصرف كمساجد على صيغة منتهى الجموع وصيغة منتهى الجموع يكون جمع تكسير بعد آلف جمعه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل سلاسل وبساجد مصابيح قناديل ونحو ذلك نعم فجاءت الأولى من القوارير بالألف للتناسب بين الفواصل والثانية لا سبب يزيل هذا المنعة ترجمة نانسي قنقر